السلام عليكم ورحمة الله أسعد الله مساءكم بكل خير تمكنت عناصر المفوضية الجهوية للشرطة بمدينة الفنيدق بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم الثلاثاء من إجهاض محاولة لتهريب 27.975 قرصا طبيا مخدرا على متن قارب تقليدي للصيد وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه قد تم حجز هذه الشحنات المهربة من الأقراص الطبية المخدرة والمؤثرات العقلية على متن قارب تقليدي مباشرة بعد رسوه بميناء الصيد بمدينة الفنيدق قادما إليه من مدينة سبتا وأضاف المصدر ذاته أن الفرقة المحلية للشرطة القضائية تواصل حاليا أبحاثها وتحريتها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك من أجل تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وتوقيف كافة المتورطين في ارتكابه وفي خبر آخر أصدرت مصادرنا أنه كل الأسواق الأسبوعية التي تعقد الثلاثاء بأقاليم الحوز والرحامنة ودكالة مرت بشكل سلمي وفي ظروف جد عادية بعد الأحداث التي عرفها السوق الأسبوعي حد أولاد جلول بالجماعة الترابية القروية بن منصور ضواحي مدينة القنيطرة وأجمعت مصادر هسبريست من السلطة المحلية والدرك الملاكي بهذه الأقاليم على أن التدافع والمشاحنات التي عرفها السوق الأسبوعي حد أولاد جلول لم يظهر لها أثر بفضل الخطة الاستباقية للسلطة المحلية وسريات الدرك الملاكي والقوات العمومية التي شملت توفير الأمن ومراقبة الأسعار والجودة والأمر نفسه بالنسبة لبعض الفاعلين الجمعويين بهذه الأقاليم الذين أكدوا إنعقاد الأسواق الأسبوعية بشكل عاد وطبيعي وإقبال الناس على شراء مختلف المواد الغذائية على خلاف ما كان يخافه سكان هذه المناطق والتجار بفضل العرض المتوفر بأتمان مناسبة وعلى خلاف ما عرفته الأسواق الأسبوعية اليوم الثلاثاء فإن تلك التي كان يفترض أن تعقد أمس الاثنين بإقليمي السراغنة والرحامنة خيم عليها الحذر فسوق اثنين سيدي بعثمان لم يعرف الإقبال المألوفة أما سوق اثنين قلعة السراغنة فلم ينعقد رغم الترتيبات الأمنية وجهود السلطة المحلية بسبب الخوف السائد لدى التجار وإثر ما عرفه سوق حد أولاد جلول نواحي عاصمة الغرب مدينة القنيطرة أحالت النيابة العامة ثمانية متهمين في أحداث سرقة المواد الغذائية على قاضي التحقيق بعد التحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملاكي وقرر قاضي التحقيق وضع الموقفين رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين استكمال مصطرة الاستماع التفصيلي إليهم مبرزا أنهم متابعون بتهم جنائية تتعلق بالنهب والسرقة وتكوين عصابة إجرامية ترجمة نانسي قنقر